من الأداب النبوية والسنن المنسية مجموعة حركات للجسد كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعملها ليه شكل معين زي قعدته لما كان بيشاور بيشاور ازاي كان بيبتسم شكل ابتسامته ازاي انت محتاج تعرف الحاجات دي اولا لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في معتقدنا وارقى الناس واجمل الناس الذي قال ادبني ربي فاحسن تأديبي ثانيا لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الحاجات دي ولما انت تعملها انت نفسك هتحس باثر في روحك لما تعملها بني التأديد النبي والسيرة على سنة النبي غير انها تعمل ارتقاء في شخصيتك لان الجزء من شخصية البني ادم والانطباع اللي بيسيبه عند الناس من شكل حركات الجسد اقول لك مثلا هما ست الشيء الاولاني او الميزة الاولانية في الحركة الجسد النبي طريقة المشي سيدنا عليه بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذا مشى كأنما ينحط من صبب صبب يعني منحضر وانت نازل من منحضر بتبقى جسمك متماسك جدا مشيته العادية في الارض المستوية جسمه كان بيبقى متماسك وكان حتى برضو الصحابة يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشى مجتمعا ليس فيه كسل لما تمشي تلاقي واحد بيكحد برجله في الارض او عارف اعضاءه متسابة كده منه لا تشعر بجديته اما الشخص اللي مشيته فيها سكون وهدوء لكن فيها جدية زي بالضبط اللي بقولك نازل من منحضر فجسمه كله متماسك كده انت ممكن تقوله ودا يعني عادي يعني مش فرقة لا بتفرق يا معلمونا في بعض الكورسز اللي بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي وخدتها زمان خالص في كورس في المبيعات ازاي تبقى ماشي ماشية تدي الانطباع الجيد هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي بقى هيئته مش مسألة ان النية ترك انطباع هو اصلا خلق ربنا كده في ارقى واحلى صورة فده الماشية اللي ايه جسم متمالك الهيئة التانية من هيئات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي الاعداء النبي كان ليه ثلاث اعدات انا بتكلمك طبعا لو انت اعدت على الارض يعني لان زمان كان اغلب الاعدات على الارض الاعداء الاولانية هي القرفصاء اللي هي اعدة التشاهد والسيدة احد الصحابيات تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفصاء جلسة المتخشع فارعته من الفرق من كتر ما النبي قاعد الاعداء بتاعت التشاهد دي ونظر كده في الارض خشوع فانا جسمي ترعش من هيبة النبي فلما رآني قال يا مسكينة عليك السكينة قال فذهب عني ما وجدت الجلسة التانية اللي كان النبي بيعودها الصحابة كانوا يوصفوا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس تبقى قاعد مربع وبرضو كده ايه الضهر مفروض ومربع لو انت بتقعد الاعداء دي فتكر ان دي اعدة النبي فاستحضر النبي كده واستحضر انك انت بتتشبه بسنته تؤجر وانت قاعد الاعداء دي الاعداء التالت اسمها لحتباء ودي انت بتشوفها الناس قاعدها في صلاة الجمعة انه يبقى ماسك ايدي كده وركبتين وكده بحيث انه يبقى قاعد والركب كده هو ماسكها مش هفعملها وانا قاعد على الكورسي يعني ماسكها كده قاعدة المشهورة جدا بحيث تبقى جسمك كله متمالكه وركبك طلعة كده وانت ماسك ايديك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجلس جلسة الاحتباء هتعمل ايه لما تقعد الاعداء دي ابقى استحضر النبي كده وفتكر انك انت بتعمل زيه اما حركة الجسد التالتة النبوية هي نظرات العين والتبسم الاصل ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه مبتسم سيدنا جرير ابن عبد الله بيقول كده بيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان اسلمت من ساعة ما اسلمت عمره ما رفض يقابلني او جيت قابله معرفتش على طول قادر اشوفه ما حجبني منذ اسلمت وما رآني الا تبسم والصحابة يقوله كده كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تبسم في حديثه وش المنور المبتسم اللي كان يقوله عليه وكان النبي اذا ابتسم كأن وجهه قطعة قمر ومع الابتسامة كان النبي بيعمل حاجة في نظرات عينيه وهو توزيع نظرات عينيه على الكل حتى الصحابة يقوله كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جلساء كلهم بنصيبه من نظرته حتى يظن كل واحد أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ده بالنسبة للابتسام السنة الرابعة في حركات النبي هي الإشارة كان سيدنا النبي ما يشاورش بصبعه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها سيدنا علي بن أبي طالب يوسف إذا تعجب قلب قاعد يقلب إيديه كده وإذا خاطب الناس ضرب بإبهامه اليمنى على راحة كفه اليسرى من ضمن حركات جسد النبي هو بيتكلم إنه كان بيتكلم هو بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم أما السنة الخامسة في سنة للنبي عليه الصلاة والسلام هي سنة الالتفات بجسمه كله كان صلى الله عليه وسلم لو نداهته ما يبصلكش كده ولا يبصلك كده مثلا أنت بتتكلمه من وراء بل كان إذا التفت التفت بكليته يعني يلفلك بجسمه كله حيث يبقى وجهه وصدره تجاهك عشان تاخد المية في المية اهتمام وتأدير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما الحركة السادسة والأخيرة من سنن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي الضحك وكان أكتر ضحك النبي كما يقول الصحابة التبسم والتبسم إنك تضحك فسنانك تبام من غير ما سنانك تبعد عن بعض والسيدة عائشة بتقول ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لهاته أو لهاته اللها هي حتة اللحمة اللي نزلة من فوق كده فتضحك فهيبقى بقى كمفتوح على الآخر حتى لو ضحك صلى الله عليه وسلم ضحكة كبيرة كان بيدحك وفمه يتفتح لغاية ما تبدو الدروس اللي وراء اللي هي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده الدروس الخلفية فكان أغلب ضحكة النبي التبسم أو البسمة الكبيرة اللي بيظهر فيها دروس النبي الخلفية صلى الله عليه وسلم كل دي سنن ما بقولكش إن الدحكة العالية اللي بيبقى فيها مفتوح حرام اللي مك على هيئات النبي اللي فيها أشرف وأشيك وأرقى تصرفات ممكن يتصرفها إنسان وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام